اشتركوا في القناة منحكي توقعات أسبوع والتوقعات هذه اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لانه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هي يسمع اخر ثلث من الحلقة لانه هي اللي بتحكي عن توقعات الأسبوع بالتفصيل الأسبوعي ولكن الجزء الأول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في أي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار تعرف خلو المسار والخلو المسار إشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع أو خطبة أو زواج أو عمل مهم لأنه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الأمور أو عركستها وإحداث بعض الأعطال فيها أو أشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير أما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الأسبوع فعنا أول إشي امتداء من يوم أمس الأربعة القمر موجود في الجوزاء ورح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بيصير في الأسد وبيستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الأربعة وبعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الأربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا أحداث خلال هذا الأسبوع خمس أحداث أساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا أول حدث الهو يوم الخميس الهو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو إحنا ذكرناها الأسبوع الماضي نبهنا لإلها والأسبوع هذا بنعود بنرجع من عيدها لأنها هي من أخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات أمور إلها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هون لنهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك في تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة وأثناء تراجع برضو بدها ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على أنه فترة من هون لنهاية السنة في أحداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب أو أشياء لها علاقة بتهديدات حربية أو أشياء وبنتمنى أنه ما يصيرش ولا أي شيء من اللي احنا منذكره يوم 15 الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الأفراد ضد الأهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الإنجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على أنه الفترة القادمة في أحداث رح تكون إلها علاقة بالوضع السياسي والأحداث المفاجئة أما بالنسبة ليوم 16 يوم 16 في عنا زاوية تثليث إيجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الأحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا إنه إلها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وإنها مع المريخ برضو إلو علاقة بالجيش وإلو علاقة بالحرب وإلو علاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات أو قرارات يكون فيها أشياء حاسمة وممكن إنه تبلور أو توضح إيش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل أكبر أما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا إنه عطارد رح ينتقل يعني إلى برج العذراء في ساعات الفجر وهاي من الأشياء الإيجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجياً لأنه هذا كوكب متحكم فيه أساساً ويوم 22 الشهر اللي هو يوم السبت فطبعاً إحنا من المفروض نحكي ليوم الجمعة ولكن نذكر يوم السبت اللي هو 22 الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في أول درجاتها وهاي الشغلات الإيجابية إنه من هون بيبلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم 22 الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه إنه الأمور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لا إلك معناته أعرف إنه همون بلشت سنتك وبلشت الأحداث الإيجابية اللي تعطيك الإيجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى آخر إنه أحداث الأسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في أشياء إيجابية في أشياء إلها علاقة بالقرارات وبرضو في أشياء إلها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا أنا بالنسبة لإلي الجميع متعود إني أنا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش إني ما بعرف لا أنا بعرف لأنه كل دولة إلها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك أنت عشان أنت تعرف برج الدولة اللي أنت عايش فيها أو أي دولة أنت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها أو تاريخ عيد استقلالها أو العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها أو تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فإذا حكينا في الأبراج اليومية إنه فيه سلبية على هذا البرج اعرف إنه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج إذا حكينا الكوكب دخوله بيعمل ايجابية لهاي الدولة معناته بيعمل ايجابية لهاي الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك اما اجي اقولك انا في علم الفلك انه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بده يصير معاه هيك وانا بدون ما احسب له بس ان هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما ياخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت ايش الوعلاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا منحكي اذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الاطباء الشغلات اللي زي هيك او شغلات الهال مثلا بالعمل او العلاقات الدولية هيك بتتحلل او هيك بتنعرف توقعات سياسية للدول عشان ما نطول حكي لانو في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة واني انا ببرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح لتوقعاتنا الاسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدأ الان مع برج العقرب طبعا اول اشي رح نحكي عنه رح نحكي عن الجدي لانه اقرب برج لا اليك هو بيتك الثالث اللي له علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والو علاقة بالتواصل مع المجتمع والنشاط برضو له علاقة بالدراسة قصوصا الدراسة اللي هي الاساسية او الدورات او المناقشات او الامتحانات امور الها علاقة بالسيارات الها علاقة بالهواتف الها علاقة حتى بسرعة البديهة عندك بما انه الجدي شوي منتحس بالفترة هاي فمنلاقي كل اللي احنا ذكرناه هاد ممكن تحس ببعض الاضطراب فيه فعشانيك منقول لك ما تعتمد على الحضوض حاول انك تكون دارس ومستعد اثناء المناقشات والحوارات وبرضو تنتبه اثناء تنقلاتك خوفا من حوادث او بعض الاضطرابات اللي ممكن تحدث بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا منحكي عن نبتن نبتن اللي اله بالعواطف اله علاقة بالمشاعر اله علاقة بالتواصل بالاحبة اله علاقة بالهوايات بالنزوات بالفكر يعني شوي الاجواء ممكن تكون مضطربة في بعض الاحيان ممكن تحدث بعض المشاكل او الشكوك ما بينك وبين الاحبة وخصوصا ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين ممكن تدخل بنقاشات تحتد تنزعج من بعض التصرفات يعني شوي بدك تضبط اعصابك على كل شيء اله علاقة بالامور اللي احنا ذكرناها بالنسبة للبيت الخامس اما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تنتبه من مسألتين ضاغطات بشكل كبير بدك تنتبه اول اشي على عملك ما تحاول انك تهمل ما تقصر ما تتغيب ما تهمل في انجاز واجباتك حاول ما تخلي اعمالك تتراكم وبرضو بدك تهتم بصحتك بشكل كبير لانه الوضع الصحي شوي بكون متقلب بالفترة هاي ممكن تحدث بعض الاضطرابات الصحية او بعض القلق على بعض المسائل الصحية اللي شوي تكون مربكة بالنسبة للك اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا منحكي عن اورانوس اورانوس اللي بشكل زوايا سلبية فعشان هي بدك تنتبه من بعض التقلبات اثناء تعاملك مع الشريك شريك المال او شريك العاطفي وممكن تظهر بعض الخلافات او النقاشات او الحوارات بشكل مفاجئ الحساسية بتكون عالية جدا وبرضو بتحدث بعض الخلافات بشكل مفاجئ جدا او سوء تفاهم او تحسس من موقف معين بدكوا تضبطوا اعصابكوا ما تصعدوا الامور وما تكبروها حاولوا انه لما تشوف الوضع وصل لها المرحلة هاي انك تتجنب المواجهات اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات لبعيدة الحوارات مع اجانب مع اشخاص خارج البلاد بدعمك على مستوى الامتحانات على مستوى الاستراد والتصدير على مستوى السفر برضو لبعيد على مستوى التنقلات البعيدة على مستوى الامتحانات الجامعية والدراسة الجامعية على مستوى الاوراق القانونية والمعاملات القانونية برضو بدعمك بشكل كبير يعني الفترة هاي بتعزز علاقات مع اشخاص خارج البلاد وممكن صداقات وممكن اهتمامات برضو فلسفية او دينية او سياسية بتكون يعني عندك قدرة على التخطيط أو التحليل لإلها بشكل واضح أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بنحكي عن الشمس عطارد اللي واحد بعطي إيجابية واحد متقلب في مزاجه فعشان هيك بتصير الأمور إلها علاقة ببيت السمعة فعشان هيك منقول لك حافظ على سمعتك حافظ على دوامك على عملك برضو شوف أنت البيت السادس ضاغط والبيت العاشر حاول ما ترتكب الأخطاء في مكان العمل ما تدخل بمواجهات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل إنجز الأعمال وما تخليها تتراكم حافظ على سمعتك بدون ما تخاطر أو تغامر أو تدخل بأشياء مشبوهة الفترة هاي متقلبة إيجابياتها ممكن تفتح لك عمل جديد أو ممكن أنه أنت تحصل على شهرة معينة أو يكون لك نوع من أنواع التواصل أو تكون نجم لامع بالفترة هاي ولكن احذر إنه فيه أشياء معينة ممكن تكون بالخفاء يتأثر عليك بشكل سلبي وصلنا للتوقعات الأسبوعية من عصر أمس الأربعاء القمر صار في الجوزاء ورح يستمر فيه حتى منتصف ليل الجمعة على السبت هاي الفترة حاولوا أنك تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ما تسمح لا أحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء وممكن تحصل على فرصة مناسبة لتبرير أخطائك من منتصف ليل الجمعة على السبت بيكون القمر موجود في السرطان حتى صباح يوم الاثنين بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم شيء إنك لا تقف ساكن اتحرك من صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود بالأسد حتى صباح يوم الأربعاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل بتهدأ يعني حاول إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها من صباح يوم الأربعاء الخمر بصير موجود بالعذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة ابتنشطوا اجتماعيا وبتلتخوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وبشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ أي قرار بالفترة من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالميزان يعني ببيت متعبك فبتتراجع صحتكم شوي بينتابكم شعور بالتعب والملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقع على عقد وما تبدأ بعمل جديد هذه فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء